الحقيقة أنه في كتير مسلمين الله بتعامل معهم وآخر أكم سنة أنت شفت هذه الظاهرة أنه بأحلام وبرؤى كتير مسلمين ابتدى يعني يبحث بسبب أنه شاف حلم شاف يسوع أو رؤية أو إعلان أو معجزة وبعدين لما يبتدي بشاهد البرامج فبيعرف أكتر عن يسوع المسيح والأعداد كبيرة بصراحة الأعداد أكبر وأكتر ما منقدر حتى نستوعبها لأنه إحنا منحكي يعني خدمتنا لحالة في مئات الألاف فكم بالحري الخدمات الأخرى لكن العاوز أقوله في كتير منهم بيجوا يعني التعبير خلينا أوضحه يمكن نآسف إنه مرات كتير إحنا نحط كل تركيزنا على الكرازة وأنه يولد البابي وتتخيل الوالد الأم اللي خلفت طفل وتركته وهذا اللي بيصير مع أحبائنا المسلمين شو الدروس اللي ممكن نتعلمها خلينا نبدأ يا خنزار برضو بمبدأ كتابي في الوصية العظمة والإرسالية العظمة اللي في متى 28 ربي يسوع بيقول إيه؟ اذهبوا العالم أجمع أكز بإنجيل الخليق كلها وبعد كيه يتكلم يقول إيه؟ عمدوهم نعم باسم الآب باسم الآب والابن وروح القدس وعلموهم فكلمة عمدوهم هي يعني تشير إلى التزايد العددي وكان الرب يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين هم يخلصون فدول الخلاص يعني المعمودية هنا إشارة ونحن يمكن هنتعرض لموضوع المعمودية بعد شوية علشان نفس برضو شوية مفاهيم خاطئة حول المعمودية بس كلمة عمدوهم دي معنى أنهم يولدوا يعني أنهم من يتعرف على ربي يسوع ويولد ولادة ثانية يتجددوا أو يهتدوا بالاسلوب الإسلامي يهتدوا للمسيح ده الزيادة العددية أو الزيادة الأفقية للكنيسة لكن علموهم ده الزيادة الرؤسية أو الزيادة مش الكمية لكن الكيفية أن هؤلاء العابرين لابد أن ينموا في الإيمان زي ما حدثت قلت أن طفلة ولد ما بيتسابش في المستشفى لابد أن يتم العناية والرعاية بهذا الطفل الموجود وهذا ينطبق ليس قاصرا على العابرين فقط من خلفيات إسلامية لكنه أيضا ينطبق على العابرين من خلفية مسيحية أو من خلفية بوزية أو يهودية عابرين إلى المسيح ده أول مبدأ كتابي تاني مبدأ كتابي عبرانيين سوري روميا 12 عدد اثنين بيقول إيه لا تشاكلوا أهل هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم يعني إيه الكلام ده لا تشاكلوا مش أعمل شكل لكن لا أتشكل بأهل هذا الظهر ما بقاش زي العالم الحولي لكن في عملية تغيير زهن وتغيير نمط سلوكي نحن قلنا الكرازة هي نمط حياة سلوب حياة سلوب حياة هنا بقى تغيير نمط سلوكي بعد ما أنا تعرفت على الرب يسوع وده هو محتاج إلى برضو عملية مستمرة لهتيا لهتيا الإيمان هي لحظة التبرير أو اختبار التبرير أما تغيير الزهن ونحن في البرية لهذا العالم هي التقديس وبعد كده لما يجرب أو تنتهي حياتنا هنا ده عملية التمجيد فالخلاص بمراحله التلاتة تبرير وتقديس وتمجيد فحنا النهاردة هنركز على التقديس في حياة العابر وإيه التحديات اللي بتواجه مثل هذا التقديس